خلقتني إنسانا كمحب للبشر موسيقى ترجمة نانسي قنقر الاله الواحد أمين مرحبا معكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا خلقتني إنسانا الحلقات دي أحايف كل واحد فينا كده يسأل نفسه وإنت بتقرأ سفر التكوين يطرى شايف الأحداث وبالأخص أحداث 11 إصحاح الأولين أحداث حقيقية المعنى الحرفي موجود فيها ولا الكنيسة الأسكندرية من أوائل الكنيس اللي تكلمت عن المعنى الرمزي لكن يطرى أبأنا في مدرسة الأسكندرية أصروا برضو على المعنى الحرفي ولا كل آية الكتاب ممكن تأمل فيها تأملات روحية ونطلع منها رموز كتيرة جداً لكن معنى الحرفي مازال أباء الكنيسة وأباء الأسكندرية بالذات يصروا أنه معنى مطلوب وموجود في الحلقات دي هنتكلم عن يطرى الكتاب المقدس زي ما بيشتكوا عليه والذات في الأصفار الأولى الصحاعة الأولى في سفر التكوين يطرى فعلا ناخذ من حضارات أخرى وأساطير أخرى ولا ناخذ بوحي إلهي موسى النبي يطرى الكتاب المقدس في عصر العلم يمكن أو نقدر نصدقه يكون دون مصدقية الأولى والعليا على أي كلمة تانية ولا لا في الحلقات برضو خليكم معنا ونشوف إزاي نش سيد المسيح نفسه في أكتر من عشر أقوال هنشارك ببعضهم في الحلقات دي إزاي نف كل مرة بيأكد أن آدم شخص حقيقي أنا أمونا حواء شخصية حقيقية لأن الطفان ونوح دي أحداث وشخص حقيقي من تاني ممكن نصدقه بعد ربنا يسوع المسيح ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح حلقة دي حلقة مميزة جدا هنعرف فيها مصداقية أو تصديق الكنيسة للحق الإلهي تصديق الكنيسة أن الروح القدس هو الذي يرشد هو الذي يسوق رجالها القدسين جزء التاني من الحلقة زي ما هيبقى في كل جزء من الحلقة إزاي أبا الكنيسة قالوا الكلام ده صراحة نحن مش بنقول الأباء ولكن بنقول هما قالوا إيه بالزبط أكتر من كده يا ترى الكنيسة بتصلي الكلام ده ولا زي ما قلنا في أول حلقة وحنقولها في كل حلقة تقريبا اللي مش بنصليه مش بنؤمن بيه واللي بنصليه هو اللي بنؤمن بيه عشان كده من الحاجات الحلوة أو الكنيسة عملتها في الليتوريجيات بتاعتها سواء كان الأداس الإلهي أو التسبحة أو أي اللي ترجيها في الكنيسة الكنيسة عايزة أبسط واحد اللي ما يعرفش أو يكتب مجرد أن يجي الكنيسة ويحضر يعرف أنه يوجد إله واحد وخلق واحد هو ده اللي احنا بنعبده كل يوم وكل يوم ابقوا معنا وأنتقبل بعض الفاصل مع تفاصيل هذه الأحداث خلقتني إنسانا مرحبا بكم مرة تانية وشهينا الأعزاء في خلقتني إنسانا منرحب بك دكتور ناجي ونبدأ كده مقدمة سريعة أهمية التفسير الحرفي للأصحات الأولى في سفر التكوين تمام يا بنا الموضوع ده في غاية الأهمية لأنه كلنا مستعدين نقبل من أصحاح 12 من قصة إبراهيم وما بعده وإسحاق ويعقوب وموسى وأرض مصر وكل الأحداث التاريخية الحقيقية اللي حصلت دي مستعدين نقرأ من أول أصحاح 12 من سفر التكوين لكن أصحاح 1 ل 11 هي اللي عليها الخلاف الكبير وناس كتيرة بتهاجمها وتقول إنها أصحاحات رمزية دي أسطورة دي قصة متخدة من حضارات مختلفة الحقيقة ده شيء محزن جدا يا أبونا محزن صحيح لأن دي كلمة الله الصادقة المنزه عن الكاذب ده الله اللي قالها بالوحي بالروح القدس لأنبياءه ولكتاب الكتاب المقدس إزاي إحنا نتجرأ ونقول إن دي مأخوذة من حضارات وثانية موجودة حوالينا حوالين الناس في الوقت ده طبعا ده كلام الحقيقة محزن لكن برضو هننقشه لأن إحنا بصدر مفتوح وبقلب متسع هننقش كل الأفكار طب إنت عدري لحك بعض الحضارات كانت بتقول إيه ونشوف الفرق الكبير بين اللي بالضبط عايز أحط على الشاشة الصورة دي في حضارات قديمة جدا في الشرق الأدنى بتقول إن العالم كان متشال على أربع أفيلة وبعدين بيقولوا طيب الأفيلة دي متشالة إيه من اللي شايلهم قالك على ظهر سحلفة كبيرة شوية بالضبط كده عشان تشيل كل ده شوف قد إيه الحضارات اللي الإنسان بيعملها أو الأفكار اللي الإنسان بيعملها بتوصلوا للتخيلات دي فدي حضارات عريقة وعظيمة ونحترمها وكل ده لكن في نفس الوقت ده اللي بيقولوا لما تعرف الكتاب المقدس ما فيش كلام زي كده خالص دي لاقي حاجة رقية جدا وحاجة لها معنى زي ما هنشوف في الحلقات القادمة عايز أوريك صورة تانية يا أبونا وعايز أوري كل الأحباءنا المشاهدين الصورة الجديدة دي دي الحضارة الإغريقية وهي حضارة عريقة جدا وعظيمة جدا ولازلنا نستمتع بالشعر اللي كتبوه بالفلسفة اللي كتبوها كانوا بيقولوا العالم إزاي قالك العالم ده كان متشال على أطلس وأطلس بإيدي القوية كان شايل الكرة الأرضية على بعضها لما تعرف سفر التكوين من أصحاح 1 إلى 11 ما تلاقيش أي حاجة من هذا النوع ده 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 أفكار الناس ودي كلمة الله فلازم نميز بينهم ونحط كلمة الله في مكانها المزبوط لأنها فوق كل هذه الأشياء تعال نشوف مثلا العالم دلوقتي كما نراه العالم كما نراه طبعا بالتلسكوبات الحديثة وبالعلم الحديث بنشوف أنه هو كرة وبنشوف مثلا آية في سفر أيوب وهو من الأصفار القديمة جدا في الكتاب الأصفار بالضبط كده يا بنا بيقول يعلق الأرض على لا شيء يعني الأرض بموجودة وما فيش حاجة سندها لأنه بالجاذبية وحركة الأجسام نعرف أن الأرض ممكن ما تقعش عايزة تخيل يا بنا لو واحد بيسأل أيوب في العصر بتاعه واللي تعلق الأرض على لا شيء ده كلام مش منطقي ده ده العلم ده ده العلم بتاع وقته بالضبط كده فيقول له أنت لو علقت أي حاجة هتقع هتقع فبالتالي يعلق الأرض على لا شيء دي كلمة مش لازم تتكتب وده كلام يبقى غلط بالعصر بالعلم الموافق لعصره لكن بنقرأ توثيق كامل إلهي إلهي وده اللي بيؤكد لنا كلمة الله واللي خلينا نحترمها ونتعلم منها إحنا مش هنا عشان نؤدة الكتاب المقدس عشان نعيد صياغته إحنا هنا عشان نفهمه ويعلمنا تمام وده اللي بتعمله الكنيسة يا دبتور في حركة بسيطة قوي أن قبل ما نقرأ الإنجيل في الكنيسة كي هني أخد البشارة وحطها في قراص وينحني بالضبط كده ويعلن أن أنا جاي عشان أخضع لسلطان الله بالتأكيد من أفحص كلمة الله بالضبط كده هي اللي بتفحصنا بنورك نرى نورا تمام فإحنا مش هنا علشان نعدل في الكتاب المقدس ونحاول نحط فيه حاجات ونقول دي أسطورة ودي خرافة والكلام اللي للأسف موجود في الأوساط حتى الأوساط المسيحية إحنا بنحترم قراء الناس وهنناقشها إحنا مش ضد أشخاص تمام إحنا بنتعامل مع فكر وإحنا لا ندين أحد الدينونة للرب هو لمولاه يسقط أو يثبت ده مش موضوعنا لكن موضوعنا الفكر اللي بيقدم وهنناقشه الفكر بالفكر والحجة بالحجة دي ما حاجة بتقول كده إنه إحنا بدلاتي ما ندور على الشخص اللي جاي يهدم أساس الإيمان أيه فإحنا ما نقول إزاي إن الإيمان مؤسس على الصخر تأكيد دي ما استاذ المسيح نفسه قال كده البطرس أنت بطرس يعني أنت الصخرة أيه الحقيقة عايز تورينا حاجة عن الأساس الفهم الأساس الأساس ده حاجة مهمة جدا يابونا فلو حطينا الصورة دي قدامنا على الشاشة بنشوف بيت جميل وشجر وبتاع لكن أهم حاجة في البيت ده الحقيقة الأساسات بتاعته الجزء اللي إحنا مش شايفينه لأنه ده لو حصل فيه مشكلة كل البيت ده هينهار فالكتاب المقدس الأساسات بتاعته هي سفر التكوين واحد لحداشر طبعا كل الكتاب مهم وكل كلمة مهمة لكن الأساسات اللي إحنا مش شايفينها ومرات بنقول إنها مش مهمة قوي هي سفر التكوين واحد لحداشر لأنه ده بيورينا خلق العالم خلق النباتات خلق الشمس والأمر السقوط بالزبط كده خلق الإنسان السقوط دخول الخطية للعالم لاحتياج إلى مخلص وبعد كده خطة الله للخلاص من خلال الشعب اللي اختاروا ومن الصبت اللي هيجي منه الرب يسوع شوف قد إيه الأمور كانت محددة إنه الرب يسوع هيجي من يعقوب من إبراهيم إسحاق يعقوب ومن صبت يهوزة ومن داود من عائلة داود وده اللي بنشوفه في الأنجيل لما البشير متى والبشير لؤى بيكتبوننا عن نسب الرب يسوع من السيدة العزراء مريم ومن يوسف الصديق وهم كانوا من عيلة وحدة فرب يسوع مش هيظهر فجأة كده في التاريخ دا مجيء ومبني على أحداث حصلت في الماضي حصلت في الزمن وفي المكان دي مش خرافة دي مش أسطورة دي مش قصة دي مش حاجة مرات نقراها للأولاد قبل ما يناموا ويعرفوا قصة داود وجوليات وكده حلو انهم يعرفوا الحاجات دي لكن لازم نفهمهم ان دا إطار تاريخي لتعاملات الله مع البشر لمجيء الكلمة الذي صار جسدا وحل لإعلان الخلاص لإعلان الخلاص بالتأكيد فعشان كده احنا مركزين في سفر التكوين واحد لحضاشر وهندرسه بكل دقة وبكل تفصيل يا ابونا علشان نؤكد الحق الإلهي وعلشان المستمع والإنسان اللي بيشاهدنا يعرف ان احنا ما عندناش خرافات مصنعة لكن عندنا الأمور المتيقنة عندنا فده يقين مش حاجة احتمال تمام ايه رأي حضرتك في اللي بيقول دلوقتي احنا عايشين في القرارة 21 ودلوقتي احنا لا يمكن تصديق قتاب على ألف سفر التكوين عمره 3500 سنة على ألف وإحنا في عصر العلم ده يعني فات مع عادة الناس دول عندهم مشكلة كبيرة يا ابونا موضوع ملايين السنين ظهر في الجيولوجيا قبل ما يظهر في البيولوجي في علم الأحياء في علم طبقات الأرض فيه واحد اسمون شارلز ليال ده كان محامي وكان مهتم بالأبحاث الجيولوجيا قال لك نلغي أصفار موسى الخمسة انسى الطفان وانسى أي حاجة ما تعتبرش هذه الأصفار موجودة خالص كانها لم توجد وقال لك حاجة اسمها اليونيفرماتيريان يعني ايه اليونيفرماتيريان؟ يعني معدلات التغير اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي هي اللي حصلت في الماضي وهي اللي بتحصل في المستقبل وبالتالي محتاجين ملايين السنين وده في حد ذاته فرض مريع بالتأكيد وهزبت لك قد إنه هو غلط ليه؟ لأنه بيقولك مثلا لو الجبل ده بيزيد متر في السنة مثلا والجبل ده طوله اثنين كيلو يبع عمره كذا ألف سنة ويحسب بقى المدة بالطريقة دي نسي حاجة اسمها الكاتاستروفيج جيولوجي يعني الأحداث الكارثية اللي أثرت على طبقات الأرض ومنها طبعا طفان نوح بصورة كاملة تمام فيابونا لو فاكر السنامي اللي حصل في جنوب شرق آسيا خلى جزر تتحرك في ظرف ساعات محتاجتش ملايين السنين عشان تتحرك عشان التكتونيك بليتس دي والسنامي اللي حصل وتحرك طبقات الأرض غيرها وجازفها بشدة ودي الحاجات اللي حصلت في طفان نوح تمام فالجماعة اليونيفرماتيريان دولة اللي بيقولون ان معدلات التغير هي نفس المعدلات ده افتراض وافتراض فيه مشاكل ضخمة جدا وافتراض وعايز يجبرني عليه بالزبط كده للأسف وعايز يكذب الحق الإلهي لو ما مش افتراض بالزبط اللي فيه تاريخ أحداث حصلت فده الفرق فاحنا في القرن الواحد وعشرين نشكر الرب ان احنا في القرن الواحد وعشرين احنا سوعدا ان احنا نكون في قرن حديث وبنستخدم الكمبيوترز وبنستخدم الاجهزة الحديثة لكن ده لا علاقة له بعمر الارض خالص العلاقة اللي هو حطها تشارلز لايل ده والأسف كل الجيولوجيين بتدوا يدرسوا اليونيفرماتيريان ده ناخد لا حلقا طبعا بالتأكيد لكن احنا بنؤمن طبعا بالكتاستروفيج جيولوجي فاحنا في العصر الحديث ونشكر الله ان احنا في العصر الحديث لكن ده لا يعني ان كلمة الله غير دقيقة بالعكس تمام ايه رأي حاجة تأخذنا في رحلة سريعة كده على بعض الشواهد ازاي ان السيد المسيح بفمه الطاهر قال لنا حقائق كتابية عن العهد القديم وبالذات عن الصحات الاولى في صف التكوين وهذا يقضي على كل شك قالنا ربنا وإلهنا ومن خلصنا سواء الذي ظهر في الجسد أعلى لنا ان هذا حق إلهي بالتأكيد يا بونا ده شيء بقى مهم جدا لانه في انجيل متى صاحة اربعة الناس جم يسألوا الرب يسوع عن الزواج فقال لهم قرأتم انه من البدء خلقهما ذكرا وأنسى فده الخلق الكتابي اللي رب يسوع بيشير إليه خلقهما ذكرا وأنسى آدم وحواء آدم وحواء وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ده كان كلام الرب يسوع ليهم فبيورينا انه خلق آدم ده شيء مهم جدا لان الناس اللي بتقول انه سفر التكوين أسطورة لو آدم شخصية اعتبارية يعني ما حصلتش هيكون ابنه شخصية اعتبارية ما حصلتش نوصل بالتسلسل لحد ما نوصل إبراهيم يبقى شخصية اعتبارية ما حصلتش نوصل لحد داود يبقى شخصية اعتبارية ما وبعدين من الناس لدولة جرب يسوع في الجسد فالموضوع خطير يا ابونا لان لو أنكرنا آدم الأول بننكر آدم الأخير وبالتالي بننكر الخلاص اللي صنعوا الرب لكل البشرية فالرب يسوع في إنجيل متى تكلم عن آدم وحواء وعلى فكرة في النشوق والارتقاء عندهم مشكلة إمتى ظهر تحوى يعني الآدم تطور وإمتى ظهر تحوى ولازم يظهروا في نفس المكان عشان يتزاوجوا يبقى فيه نسل وفيه أبحاث بتقوله أنهما جم من إفريقيا وأبحاث تانية بتقول جم من جنوب شرق آسيا فلما ندخل في تفصيلات الأمور دي هنلاقي فيه مشاكل ضخمة للأسف لما بتدرس الحاجات دي في المدارس بتدرس على أساس أنها حقائق ومحدش بيفكر فيها وأنا يا ابونا نصحتي للشباب اللي بيدرسوا في سنوي وفي الجامعة وبعد إذن عالك وللوالدين يكونوا متابعين بالتأكيد عشان تعالت الوالدين وهو يروح مدارسه وخلاص أعيق بالتأكيد لازم الكل يستمتع بده ويفهم الموضوع اللي عايز أقوله كمان يا ابونا أنه في الامتحان يكتب يقول علماء النشوق والارتقاء ويكتب اللي موجود في الكتاب عشان ينجح لكن هو وهي لازم يكون بيفكر في ذهنه ويعرف إيه معنى الكلام اللي بيقوله ده تمام فده نص كتابي مشهور قوي الرب يسوع اتكلم في لوأة وقال إنه قتل هابيل أول للأنبياء وده شيء طبعا مهم جدا أنه نعرف أنه قتل هابيل ده كان حقيقة حدست والرب يسوع أشار إليها وتكلم عنها وده كان أول شخص قتل ونلاقي في سفر العبرانيين كاتب العبرانيين بيقول نفس الكلام إنه دمه بيصرخ من الأرض للرب تمام فده شيء مهم جدا نفهمه بعد كده بنشوف في إنجيل متة تاني إنه بيتكلم عن نوح والطفان وده شيء مهم جدا إنه كما كان في أيام نوح بيأكلون ويأكلون ويأكلون ده أيام وده حقائق وده حقائق وده حقائق وده يتكلم على قصة والمية بالضبط ولا رمز ده مش رمز تمام لأنه ما حدث في أيام نوح أثر على طبقات الأرض وأثر على الحفريات وأثر على عمر الحفريات لأنه زي ما هندرس في الحفريات الحفريات عشان تتكون لازم تتكون بسرعة ما تحتاجش ملايين السنين فلما مسأل سمكة تموت مش بتتحفر مش بتنزل وتتحفر ده بتطفو وبعم بتتحلل وبعم بتتاكل إمتى تتحفر لو في أملاح كتيرة وضغط كتير وحرارة شديدة هتخليها تتحفر وتصبح حفرية لما هندرس ده يا بونا بالتفصيل هوريك صورة لسمكة بتاكل سمكة دي ما تاخدش ملايين السنين ده ثواني بالضبط هوريك حيوان اسمه اكتيسورس بيولد في وضع الولادة ودي حفرية مش صورة مرسومة فده شيء مهم جدا أنه إحنا نفهم أن الكلام اللي موجود في سفر التكوين الرب يسوع بفم الطاهر أشار إليه فاتكلم عن نوح والطفان اتكلم عن لوط وسادو معمورة وحرقهم بنار وكبريت اتكلم عن معجزة وهي حاجة غريبة غير الطبيعية أني امرأة لوط تحولت إلى عمود ملح ده ما قدرش عمله في المعمل طبعا ما قدرش عمله في المعمل لكن احنا بنؤمن بالتدخل المعجزي أن الله حذرها أنها ما تنظرش للخلف ونظرت للخلف وعشان كيها تحولت إلى عمود ملح والرب بيقول اذكروا امرأة لوط دي مش قصة دي مش خرافة دي مش حدوتة بنقولها ده حدث مهم وأساسي الرب بيتكلم بعد كده في يحنى عن موسى والحية النحاسية أنه إزاي أنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان عشان بيكلم عن الصليب وأهمية الصليب والكفارة وموت الرب يسوع وقيمته فدي أحداث مش طبعا إزاي الحية النحاسية اللي يبص إليها ينجو من السوم ده ده بالزبط ده الإعلان إلهي وده العمل المعجزي فالله مش محدود بالإطار بتاعنا مشكلتنا أنه بنحاول نحط الله في فريم ومنحركوش منه تمام مساءة واحدة كثيرة جدا يا دكتور لكن احنا ممكن نكتفي بهذا القط وعايزين نأكد بس للمشاهدين الأعزاء أنه الأحداث ديت اللي ذكرها السادة المسيح بفمه الطاهر هي أحداث حققية السادة المسيح يؤكد على حرفية الأصفار الأولى وصحات الأولى بالزياد في سيف التكوين أنها أحداث مهمة جدا وحققية جدا ابقوا معنا وانا تقابل بعد الفاصل أحبانا المشاهدين رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وعايزين نكمل فهمنا للأصححات الأولى من سفر التكوين وقد إيه الصدق التاريخ والحرف اللي كتب في هذا الجزء من الكتاب المقدس شفنا قبل الفاصل كلمات الرب يسوع المقدسة عن سفر التكوين والأحداث الخاصة بأصحح واحد لأصحح حداشر دلوقتي عايزين يا أبونا تقول لنا عن أقوال الآباء الكنيسة الأولى إزاي فهموا سفر التكوين وإزاي قدموا لنا الحق الإلهي في موضوع الخلق تمام هيا في أقوال كتيرة جدا نحن نختصر في دائرة أربع أقوال ونشوف إزاي أنه في كل قول بيأكدوا لاتنين إن المعنى الحرفي حقيقي جدا ويمكننا أن نتأمل فيه زي ما احنا عايزين فلم يلغوا هذا أو زي بس الأول حاجة يؤكدوا على حقيقة التعبير الحر مثلا القديس مكاريوس الكبير وبتكلم عن تكوين تلاتة أربعة وعشرين إزاي بعد ما ربنا ترد أدى محاوة من فردوس حط كاروب ومعاه لهيب سيف متقلب يقول لنا كده لقد كان الفردوس مغلق والكاروبين أمر أن يحرصه بلهيب سيف متقلب ويمنع دخول الإنسان ونحن نؤمن أن هذا الأمر حقيقي كما هو مكتوب رائع ده الجزء الأولاني وفي نفس الوقت نرى يحدث في كل نفس بطريقة سرية أنا ممكن أمنع نفسي بالسقوط في الخطية من التمتع بفردوس الله ده على مستوى الشخصي ده التطبيق الروحي الجميل ده التأمل ده التطبيق الروحي لكن المعنى الحرفي هو كلام ده قاله فعزته عن الصبر والاحتمال والتمييز اللي هي العزاء الخامسة فعن برضو اللي حب يراجع وراجع طبعا قديس باسيليوس في الكتاب المشور الأول اللي احنا قلنا عنه في أول حلقة خالص اللي هو الهيكساميرون أو ستة أيام الخليقة وفي الفصل التاسع والبارغراف الأولاني يقول لنا كده الذين لا يعترفوا بالمعنى الحرفي للآيات يبقى في العصر ده كما ناس فيه أوريدي رفضين المعنى الحرف يقولون أن الماء ليس المقصود به الماء بل شيء من طبيعة أخرى ويفسروا النبات والسمك بحسب أرأيهم الشخصية ولكني حينما أقرأ عن العشب أفكر في العشب وهكذا بالنسبة لباقي المخلوقات يبقى الله ما بتقول أنه عمل كذا يبقى هو عمل كذا عايزة تأمل فيها تأمل لكن المعنى الحرفي حقيقي يكمل يقولي لأني لا أستحي بإنجيل المسيح بيعلق على أو بيذكر رمية واحد ستاشر يقولون هناك لقد حاول البعض التفسير بحجة خاطئة وبتفسيرات مجازية هنا برضو مش بيرفض المجازية بيرفض أنها تلغي الحقيقة عايزة تماما ظنين أنهم بذلك يعطوا مهاب أكبر للكتاب المقدس وهنا في مشكلة برضو أحب أشارك بيها بعد إذن حدق أنه الفكر البشري أو الفكر الهليني والفكر اليوناني اللي ما يخشش في دماغي اللي ما مش موجود فاضطر للأسف بعض الناس وبعض العلماء وبعض الكنسيين للأسف يحاولوا يصغروا الإعلان عشان يخش في المرح فبقاش إعلان أقول مثل لحب دايما أن أقوله في بشارة الملاك لأمنا العدرة أمنا العدرة قادت كلمتين اتنين بالضبط الأول حاجة لأ بشارها بالميلاد فقيت له كيف يكون لي هذا وأنا لا أستطيع عرف ربما ده عقل بالضبط اللي أبعد كده الروح الكوليسي يحل عليك القوة العاية تضللك طب ده يخش العقل لا ده فوق العقل بالضبط فأمنا العدرة قادت ليك من لك أقول لك أيوا هو ذا أنا أمت الرب بعضين نحط الفرق ده واضح قوي أيوا ده العقل وده الإعلان ومسافة كبيرة بس إيدي مشاكلة يعني إيه يعني اللي هيحاول يصغر الإعلان عشان يدخله في المخ هنوصل زي بعض الناس في الغرب يقول لك ما فيش حاجة اسمها حبل البطول أي تأكيد ما فيش حاجة اسمها ما تخش العقل بالضبط لأنه هو عايز يقفل الجاب أو يحاول يعلم دماغه قوي ويخلي دماغه فوق قد الإعلان الحالتين الحاد بالضبط والحالتين فشأة وده اللي بالضبط يقوله كده القديس باسيليوس ده كان حاصل في الكورن الرابع وقبل كده بكتير لقد حاول البعض التفسير بحجج خاطئة وتفسيرات مجازية تماما ظنين بذلك أنهم يعطوا مهابة أكبر لكتنوا وده كده كده بيخش في المخ ربنا بتاعنا ما عرفوهوش بالعقل بالتأكيد ده من فوق العقل بالإعلان الإلهي الكده وهذا تصورهم الشخصي ده مش إعلان إلهي لأنهم اعتقدوا في أنفسهم أنهم أحكم من إعلانات الروح القدس وده ما ينفعش لذلك علينا أن نفهم ما هو مكتوب كما هو تأكيد لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم يقول الرب فالمسافة بين السماوات والأرض ما شاف الشاسعة ما نقدرش نحسبها فإزاي ما يابونا بتقول لنا إن إعلان الله في الكلمة المقدسة إزاي إنه أعلى كتير من عقلي فعشان أحط كل الإعلان ده جوه أعلي أنا محتاج الإيمان العاقل تمام يبقى أنا مش هينفع أخذ حاجة ونقي حاجة وأقول دي تمشي مجازي يتمشي حقيقي الكل حقيقي يس والكل فوقه أعلي بالتأكيد خلينا نشارك برضو بالقديس مار إفرامس سورياني إحنا ناخد تنوع يعني خدنا القديس مكاريوس وده من مصر سكندرية وبعدين خدنا القديس مكاريوس الكبير من كابادوكيا ودلوقتي مار إفرامس سورياني اللي هو من سوريا تفسيره لتكوين واحد يقول إيه لا يجب أن يعتقد أحد أن خلقة القوم في ستة أيام وده هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين طمعا شيئا رمزيا أو مجازيا وكذلك غير مسموح أن نقول أن الله غير قادر أن يخلق في أي وقت يكمل وليه وبالمثل لا يمكن القول أن بعض الأسماء تعني شيئا آخر ليه ويدينا مثل كما قيل في البدء خلق الله السماوات والأرض فهذا يعني السماوات والأرض مش حاجة تانية وليس شيئا آخر وكذلك كل الخلائق ما ذكر أنها خلقت وبنفس الترتيب المذكور بعد خلقة السماوات والأرض ليست أسماء بلا معنى ولكنها أساسا وجوهريا خلقت بهذا الشكل وهذه الأسماء تعبر عنها بقوة بالتأكيد يبقى ما نقول أرض تبقى أرض بجدد يقول حيوانات زحفات كله بالتأكيد كده وده النص اللي بيلزمنا أن احنا نتبعه ونفهمه دي مش قصة رمزية عشان تلقينا حقيقة لأن في ناس حبوا يوصلوا الحل لوسط يابونا يقولك هي قصة رمزية بس بتقدم حقيقة فإحنا مش بنرفض الحق يعني شوف الفزلكة ما عليش سامحني سامحني في التعبير ده يابونا إزاي إن الإنسان عايز يولف الكلمات عشان تطابق ما هو يدركه وما يدركه خلال عشان تخضع لإطلاقه مش هو اللي يرتفع واسمه بالإعلان وإحنا محدودين بالحواس الخمسة أي حاجة تقع خارجه مش حسها حتى داخل الحاسة الوحدة أنا محدود يعني الصوت بنسمعه خلال موجات معينة في موجات فوق صوتية عناية بتشوف في الليمت معين فحتى الحواس الخمسة محدودة فإزاي هعرف الله الغير محدود بمحدوديتي بالحواس الخمسة وحاول أجيبه وحطه جوه الفريم ده جوه الإطار ده الإتضاع هو الحل حين أقول كل أخير قبل ما نخلص حلقتنا ناردة وإحنا كده هنقلل بقى في حل تاني خلاص البطريك الكستنطنية الكديس يوحنن زبيل فام في العزة الثلاثر والبراكرافل الرابع تسير في التكوين إلينا كده ربما الذين يحبون أن يتكلموا بحكمتهم الشخصية لن يسمحوا بتفسير أن الأنهار تعني أنهار بالحقيقة ولكن سيحاولون أن يغرسوا في أزهان سامعيهم أن الأنهار تعني شيئا آخر طب نعم معهم دول إيه إلينا كده ولكني أتوسل إليكم لا تعطوهم انتباهكم ولا تسمعوهم ولنؤمن ونصدق القطب المقدسة ونتبع ما هو مكتوب فيها ولنجاهد لنحفظ أنفسنا في العقيدة الصحيحة اللي هو الحرف اللي احنا اتعلمناه من كلمة الله رائع رائع لأن الله لما بيكلمنا بيدينا الحق والحق يحررنا فإن احنا نبعدنا عن الحق اللي مكتوب في الكلمة هنوصل لضلالات بأشكال مختلفة من الضلالات وأنواع مختلفة من الضلالات بس كله ضلال عارف يا ابونا في واحد قال لو قلتلك 3 زائد 5 بس ما تدينيش رقم 8 لأنني بحبش رقم 8 3 زائد 5 يساوي 17 طول ما هي مش تمانية كل حاجة تانية غلط فنفس أقوال الأباء اللي بتؤكدها وده شيء يخلينا واسقين وراسخين وغير متزعزعين من كلمة الله خليني أختي بالحلقة بقية الجزء اللي احنا قرناه في الحلقة الأورانية القديس أدوريوس اللاهوتي في الأداس الأدوري احنا بدأنا وسمينا بردمجنا خلقتني إنسانا كمحب للبشر بنأكد من المخلوق إنسان مش حاجة تانية ونقول له كده كوانتني إذ لم أكن وبعد ناحية القصة كلها بالحرفية بتاعتها اللي في أصحاحات الأولى يقولنا إيه نقول له كده أنت الذي جبلتني وضعت هدك علي كتبت فيي صورة سلطانك وضعت فيي موهبة النقط فتحت ليه الفردوس الفردوس ده حقيقي أعطيتني علم معرفتك أظهرت ليه شجرة الحياة يبقى شجرة ليه حيائية غرص واحد نهاية تانية أكل منه بتكلم عن شجرة معرفة الخير والشر وبيقوله كده هذا لذا قلت لي لا تأكل منه واحده فأكلته بإرادتي السقوط هو ده الحق الإلهي اللي الكنيسة بترنمه وبتصليه بفرح ابقوا معنا والتقبل في الحلقة الجديدة من خلقتني إنسانا خلقتني إنسانا كوحد للبشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر